موسيقى أرحب بكم مشاهدين في حلقة جديدة وخاصة من برنامج في المحور الضيفي لحلقة اليوم هو رئيس الاتلاف السوري المعارض الدكتور خالد خوجة والذي وعد أول رئيس الاتلاف في يحظى بدعم وتوافق دول إقليمية كبرى كتركيا والمملكة العربية السعودية معا كما يقوم بالتنصيق المباشر مع قادة الكتائب العسكرية المعارضة للأسد والتي تحرز الانتصارات الكبرى داخل الأراضي السورية ابقوا معنا مشاهدين في هذا اللقاء الخاص مع رئيس الاتلاف السوري المعارض الدكتور خالد خوجة بدي رحبك مع اليوم خالد الخوجة رئيس الاتلاف السوري المعارض بزيارتك الأولى لواشنطن شكرا لحضورك معنا بدي أبدأ ضغري مع لقاءك مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والمؤتمر الصحفي اللي قمته فيه يعني يعتبر مختلف عن المؤتمرات الصحفية السابقة مع قادة الاتلاف بنابل حكي لي عن انتباعاتك كان لقائنا مع سيد وزير الخارجية الأمريكي بعتقد مصمر جدا طرحنا مواضيع حساسة وهمة أهم موضوع نحن أجينا لطرحه هو مساعدة في إيجاد مناطق آمنة تحمي السوريين من قصف النظام براميل متفجرة صوريخ سكاد غاز الكلورين رغم صدور قرارات متعلقة بهذا الشأن المجلس الأمن للأسف الجديد أن الانتهاكات مستمرة دون أي رادع دولي لذلك الآلية الوحيدة هي إيجاد مناطق آمنة في المناطق المحررة كان هناك تجاوب من سيد جون كيري وأعتقد الاجتماع كان موسع والمواضيع كانت مطروحة بشكل صريح جدا وتناولنا تصورنا حول المرحلة الانتقالية وكيف تأسيس المرحلة الانتقالية وأعتقد أنه كان لقاء موسمر والانطباع عندنا وعند أيضا الطرف الأمريكي كان جيد خلال مؤتمر الصحفي يعني صريحات الأمريكية عالية الصوت أكتر من السابق يعني عندما قال وزير الخارجية جون كيري بأنه يجب محاكمة وضع الأسد يعني محاكمته على جرائم الحرب بتعتبر أنه هذا في نقلة بالموقف الأمريكي حقيقية ولا بس ردة فعل على التطورات العسكرية القوية لصالح المعارضة محاكمة بشار الأسد على جرائمه التي اقترفها كان هو طرحنا وتصورنا سيد جون كيري حكى عن أنه لا يمكن أن يكون لبشار الأسد أي دور في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا ونحن كنا ممتنين أنه ليسماع هذا التأكيد من السيد جون كيري مرة أخرى أما موضوع محاكمته فهذا ما يريده الشعب السوري لعنما أوصلت رسالة كونو هي أنه تريدون مناطق آمنة لحماية المدنيين في سوريا شو هو الرد الأمريكي؟ يعني عندما تقول هناك قبول أمريكي أفتاح هناك تفهم وهناك إبداء رغبة في المساعدة من قبل في رغبة؟ في رغبة في المساعدة هل هناك وعود؟ لا ما وصلت إلى هناك إشارات أخذنا إشارات أنه سيكون هناك عمل على مساعدتنا في هذا الإطار مري هارف خرجت وقالت بأن هناك تعقيدات عسكرية ومالية وأقليمية في حال إن شاء مناطق آمنة أو حضر جوي هل سنرى ممواطلة جديدة؟ يعني أندي أعرف وجهة نظرك كرئيس الأتلاف إذا لم يكن هناك وعود خليني أقول لك نحن إمكانيات الجيش الحر وإمكانيات المجالس المحلية والحكومة المؤقتة تحت هذه الظروف ظروف القصف والقتل إمكانياتها في محاربة التطرف ومحاربة القوى الميليشياتي اللي عم يجيب النظام هي وخبراتها تكفي لإيجاد المناطق الآمنة ما نحتاجه هو فعليا لتوفير هذه المناطق الآمنة هو حماية الآمنين من قصف النظام هاي ما هو موجودة عندنا من بداية الثورة كنا عم نطالب بعد ما بدأ النظام باستخدام السلاح الجو تبعه كنا عم نطالب بمضاد طيران وصلنا مضاد دروع لكن مضاد طيران إلى الآن ما وصلنا أنا أعتقد بعد حراك الأخير في المنطقة وتغيير المعادلة الإقليمية ليكون أسهل لنا أن نحصل على الأسلحة اللي بدنا يعني أنا سمعت هذا التصريح اللي أنت قدلت فيه وقلت بأنه هناك إشارات لوصول مضادات طيران للقوات المعارضة السورية المسلحة من أين تأتيك هذه الوعود؟ في إطار زيارتنا زيارتي مع وفد الائتلاف لدول الصديقة حصلنا على وعود في هذا الإطار من هي الدول؟ هل نستطيع أن تركيا، سعودية، أثلات المتحدة؟ في رغبة من عدة الدول لتوفير هذه المناطق الآمنة والآن الرغبة أكثر من ذي قبل وأعتقد أن المناخ الآن أصبح مناسب أكثر من ذي قبل ناضج زيارتك لبلاد المتحدة هي لإلقاء كلمة في مجلس الأمن حول سوريا أطلعنا عن هذه الكلمة الكلمة طلبنا من مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته تجاه القرار الذي أصدره هو قرار 21-18، 21-65، 21-39 هاي اللي تقضي أولاً بتسهيل المساعدات للمناطق المحاصرة وأهمها منع استخدام الأسلحة الكيموية الآن النظام سلم سلاح السارين الذي يستخدمه في الغوطة ولكن الكلورين أيضاً حر بقرار من مجلس الأمن وما زال النظام يستمر في انتهاكاته القرارات فوضعنا مجلس الأمن أمام مسؤولياته وأيضاً طلبنا توفير المناطق الآمنة من مجلس الأمن أكيد في دول مثل روسيا اعترضت مرة أخرى ولكن باقي الدول كانت متفاهمة يعني ما شفنا اعتراض من باقي الدول حتى المندوب الصيني كان متفاهم وأظهر أنه المندوب الصيني ماذا عن روسي؟ الروسي كان معارض سيد شوركين وواجهنا بكلمة بخطابه وترك بدون ما يسمع الجواب ولكن نحن أيضاً أعطينا الجواب واعتبرنا أنه كون روسيا داعم للنظام هو استمرار لحمام الدم في سوريا يعني خرج السفير الروسي خلال القاءة خرج هو بدون ما يسمع الجواب كلمتك؟ لا سمع كلمتي وجاوب عليها بس ما انتظر جوابي على جوابه تماماً على سؤاله أو على طرحه اي نعم لكن كان موقفه أمام الدول أعضاء 15 دولة في مجلس الأمن أنا أعتقد خروجه بدون ما يسمع الجواب كان محرج وهذا أظهر كيفية التعامل روسيا مع الأزمة في سوريا هل كان حاضر نظام السوري؟ لا نحن كنا حاضرين نحن اللي ألقينا الكلمة وما كان في حدا قريباً نظام السوري عادة روسيا يعني خلال اللقاء لا كان في دول هلأ تشيلي قال المندوب تشيلي بصراحة أنه هنين علاقتهم مع النظام مستمر وكذا ولكن أيضاً أبدأ تفهمه للإتلاف أعتقد أنه كانت كلمتنا مقنعة فقط روسيا هي اللي كان تظهر تعنت وعدم قبول تماماً طيب التطورات المدانية كبيرة جداً يعني في الشهرين الماضيين يعني انتصارات هائلة للمعارضة السورية في الشمال والجنوب برأيك هل يواكب الائتلاف هذه التطورات العسكرية على الأرض بتطورات سياسية مماثلة أو مطابقة؟ أكيد وأعتقد أنه نحن أكثر قرباً من ذي قبل للفصائل المقاتلة على الأرض في إطار زيارتي للدول الأردن بالذات كان لنا لقاء مع الفصائل المقاتلة في الجنوب كما لتقيت مع الفصائل في الشمال في خمسة وعشرين من الشهر الماضي التقيت مع أغلب هذه الفصائل وأصدرنا بيان مشترك في الجنوب والشمال أيضاً؟ أول لقاء تشاوري بين القيادة السياسية والفصائل على الأرض كان مصمر جداً سيكون لقاء تشاوري ثاني وثالث حتى نخرج بوسيقة مشتركة مو ببيان الوثيقة المشتركة بدأ تشكل أيضاً بوصلة جديدة للثورة السورية والآن لقاءات تشاورية مع سيد ديمستورا تماماً الكتائب هي مدعوة أيضاً لهذا اللقاء شو هي لسالة لدخل ديمستورا؟ نحن طلب سيد ديمستورا طرح لآليات تطبيق مبادئ جنيف نحن هذا الطرح أدمناه للسيد الأخضر الإبراهيمي في جنيف 2 وما حيتغير نفسه سنأدمه للسيد ديمستورا وشو يتضمن هذا الطرح؟ ما هو كيفية تشكيل هيئة حكم انتقالي بكافية الصلاحية التنفيذية وفق التوافق المتبادل هذا المفهوم هل هناك فترة انتقالية وفترة انتظار يبقى فيها الأسد برؤيتكم؟ لا هذه أهم نقطة يعني نحن ما كان لنا شروط مسبقة في العملية التفاوضية ونقلناها دائما من أولى ولكن في العملية انتقالية قطعيا لا يمكن أن يكون بشار الأسد جزء منها وهي كانت رسالتنا واضحة حتى لسيد جون كيري هو لمجلس الأمن ولو كل لقاءاتنا أكدتوا على هذه النقطة؟ أكدنا على هذه النقطة لا يمكن أن يكون هناك مرونة خاصة بعد أن رأينا سيناريو اليمن علي عبدالله صالح كان جزء من مرحلة انتقالية وأدى باليمن إلى كارثة ورغم أنه هناك كان مخرج لعلي عبدالله صالح هناك بعض الدول التي ما زالت تستقبله فما أدراكي بإنسان مثل البشار الأسد كما أذكره أغلب الذين التقوا أن يعيش في حالة انعزال تام عن الواقع لو كان جزء من مرحلة انتقالية مشاورات جونيف يعني هي مشاورات يقال بأنها مشاورات مبدئية أو تحضيرية لمؤتمر جونيف شو دور الائتلاف بهذه المفاوضات؟ من حيكون ممثل عن الائتلاف؟ أنا سأحضر سيكون هناك فريق من الائتلاف طبعا هذه مشاورات موسعة يعني السيد ديمستورا التقى سابقا هو في جولاته هو كان يذهب إلى دمشق إلى حمص إلى المناطق الحدودية يلتقي مع منظمات المجتمع المدني التقى معنا الائتلاف التقى مع فصائل عسكرية ومع شخصيات وطنية نفس العملية لكن ستكون بطريقة معكوسة هو سيكون سيد ديمستورا وفريقه في جونيف وهو يدعي نفس الفصائل التي استشارها سابقا إلى تقديم طروحات حول تطبيق جونيف هذه الفصائل هي من؟ أغلب اللي لتقاها ولكننا لتقناها في تركيا الفصائل مسلحة؟ مسلحة، الجيش الحر، الفصائل المقاتلة على الأرض، منظمات مجتمع مدني، شخصيات وطنية، كلها ما هي توقعاتكم لها؟ هذا المؤتمر التفاوضي أو تحضير للمؤتمر جنيف؟ ما بيرقى أنه يكون لسه تحضير لأنه ما بدأ هو مشاورات فقط مشاورات فقط هي فقط مشاورات ربما تمهد لجنيف الثلاثة ولكن إذا كانت هناك مهدت لجنيف الثلاثة معروف موقف السورة بوض النظر إذا ائتلاف كانوا الفصائل داخل الائتلاف أو خارج الائتلاف معروف موقفها أنه لا يمكن ما هي هي النقطة الأهم والحساسة يعني الكل بيحكي عن جنيف روسيا بتحكي عن جنيف والمجلس الأمن كله أجمع على جنيف ولكن المفهوم الائتلاف ومفهوم السورة السورية لجنيف الثلاثة أنه بالضرورة هيئة الحكم الانتقالي والمرحلة الانتقالية يجب أن تكون خالية من مجرمين الحرب تماما وعلى رأسهم رأس النظام نفسه بشار الأسد طيب ماذا عن نية النظام السوري؟ يعني هذا النظام يتهم بأنه يعني من المستحيل أن يذهب ويسلم السلطة من دون أن يكون هناك تهديد مباشر لإنهياره يعني هل نحن في هذه المرحلة بعد أم هناك يتطلب الوضع يعني انتصارات أخرى عسكرية على الأرض؟ هذه نحن عم نقولها لا في جنيف اتنين كانت مستمرة المعركة على الأرض ونحن كنا على طاوة المفاوضات والوضع ما تغير بالعكس تماما الآن الموازين لصالح الثورة السورية أن في جنيف كان النظام محاصر حلب ومحاصر حمص مناطق المحاصرة كان الحصار مضروب عليها بمنع الغذاء والدواء وحتى بدأوا الناس يأكلوا حشيش وبدأوا الأرض وبدأوا يأكلوا الميتة رغم هيك كان موقفنا في جنيف والدعم الشعب السوري إلنا واضح الآن ما أدراكي أنه المعادلة تغيرت والنظام بعد ما انسحب من إدلب بدأ ينسحب من حلب وبدأ يهرب أمواله ولا يحصل معركة فأكيد نحن في جنيف الثلاثة سنكون أقوى إذا صارت سنكون أقوى في جنيف الثلاثة قوة كافية لتسليم السلطة النظام إذا ما أجل لجنيف مثل ما قلت لك المسار العسكري مستمر تماما يعني لا يؤثر المفاوض السياسي على المجال العسكري إلا إذا كانت مثل ما ذكرتي قوة تفرض على النظام أنه يرجع لطاولة المفاوضات بناء على أرضية جنيف ما هو سب إلغاء المملكة العربية السعودية للإجتماع للمعارضة السورية لتحضيرها لمؤتمر أو مشاورات جنيف برأيك؟ لا هي المؤتمر الرياض ما كان لمشاورات جنيف مؤتمر الرياض كان لإظهار موقف موحد للمعارضة تجاه العملية الانتقالية لكن بما أنه سيد ديمستورا بدأ هو قبل الرياض فليعطاء فرصة لديمستورا الرياض مؤتمر رياض التأجل ربما إذا انتهت أسمرت اللقاءات التشاورية عن مؤتمر جنيف 3 ربما المؤتمرات في العواصم الأقليمية لن تعقد ربما إذا أسمرت أما إذا لم تسمر حسن مؤتمر الرياض نحن سندعم مؤتمر الرياض طبعا نحن بالنسبة لنا السعودية من الدول الشقيقة الداعمة للشعب السوري والدولة السورية وصقف السعودية هو صقف الائتلاف نفس الشئ ماذا عن مؤتمر القاهرة؟ مؤتمر القاهرة الدعوة لمؤتمر القاهرة الأول كانت انتقائية مثل دعوة موسكو وتم رفض وجود بعض أعضاء الائتلاف في الوفد الذي بعثنا لماذا؟ لا أدري السبب بصراحة وأصبح هناك مخرجات عن القاهرة الأول فالقاهرة إذا كان هناك مؤتمر آخر في القاهرة فهو مبني على مخرجات قاهرة الأولى وما نحن كنا مشاركين فيها يعني الائتلاف ليس له دور في القاهرة واحد ولن يكون له دور في القاهرة الثلاث لا أعلننا إذا كان يكون قاهرة اثنين بنفس المسار ما حنشارك مثل موسكو موسكو شفتي كيف موسكو اثنين طلع عنه يعني حتى طلع عنه عراق بين وفد النظام ووفد وفد الشخصيات اللي اجيت مع النظام ربما بنفس الطائرة تماما بس يعني المؤتمر القاهرة لا يضمق شخصيات من النظام هو المؤتمر للمعارضة والله مؤتمر القاهرة الاثنين ما أدري من مدعو له طب شو السبب يعني هل الحساسية المصرية من الائتلاف يعني هل هذا يعني له علاقة بيوضع الأخوان المسلمين بالعلاقات الجيدة مع تركيا ربما يكون هناك ربما يعني القاهرة ما أظهرت سبب لعدم قبول الائتلاف كائتلاف ووفد الائتلاف ولكن ربما يعني وجود الأخوان المسلمين داخل الائتلاف يكون ما أدري فعليا ما أدري السبب طب يعني لماذا لا يشارك شخصيات لا يعني ليس لها علاقات مع الأخوان المسلمين ما منحسن هلأ نحن بسوريا حالة حالة مختلفة بالأخوان المسلمين أحد القوى الوازنة داخل الائتلاف مثل ما موجودة الليبراليين وموجودة المكونات الأخرى لكن ما هي بالهالقوة اللي يضخم منها عندنا في الائتلاف يعني ثلاثة أو أربعة فقط من مية واثناشر عضو ولكن ما منحسن أيضا باعتبارنا نحن أصدرنا عهد وطني بالقاهرة تماما وأصدرنا رؤية سياسة بالقاهرة أنه بتضم كل هالمكونات ما منحسن نحن نحن أكيد كله مكون كرمال طرف خارجي نعم فاسل قصير ونعود مشاهدين ابقوا معنا نعود مشاهدين مع ضيفنا لحلقة اليوم من برنامج في المحور وهي مع رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة ذهبت بعد القيادات العسكرية لتركيا أحداها زهران علوش قائد جيش الإسلام في جنوب دمشق هل تم اللقاء بينك وبين زهران علوش؟ تقيت شو انتبعاتك عنه؟ اللقائي مع سيد زهران هو أخذ معلومات عن وضع بالغوطة وهو أعتقد كقائد براغماتي شفت عنده براغماتية في التعامل مع الأحداث براغماتية عالية دبلوماسي؟ سياسي أو براغماتي بطريقة؟ عسكري براغماتي عسكريا تماما شو بتعني بهالكلمة يعني؟ يعني يستطيع أنه يتوقف عن المناورة تجاه النظام بأوقات معينة تخدم؟ لا موقفه تجاه النظام واضح تجاه النظام ليس هناك ثالث استفهم لكن في التعامل مع باقي الفصائل الأخرى تماما في التعامل مع معطيات المعركة على الأرض أعتقد له القدرة القيادية وأعطاني لمحة عن كيفية كيفية التحول أو إدارته للأمور في الغوطة محاربته لعناصر متطرفة مثل داعش تماما وبعض القوى اللي استفادت من الفوضى كانت قوى أشبه بالقوى الخارجي عن القانون شو بيسمونه تماما فأعطاني فكرة عنها ضبطه للأمور هناك أعتقد كقائد عسكري هو قائد عسكري قوي قوي هل كان اللقاء إيجابي هل سيكون هناك دائما خوف حول صلة الاعتلاف وكهيئة السياسية تمثل الثورة اليوم مع القيادة العسكرية على الأرض هذا دائما أحد الأطراف العسكرية التي تأيناها تماما أحد الأطراف هل كان اللقاء إيجابي إيجابي طبعا كان إيجابي وهنا نشارك معنا بلقاء التشاوري لقاء التشاوري الأول من الشام جيش الإسلام وأجناد الشام شاركوا معنا واسمهم موجودة على البيانة المشترك هل صيغة هذه المشاورات هل هناك نوع من الاعتلاف من القادر العسكريين لتمثيل الاعتلاف سياسيا للمناطق المحررة والثورة السورية بشكل عام في الغوطة حسب في الغوطة لدينا مكتب الاعتلاف لدينا مكتب الاعتلاف لدينا فيدباك يعني عم يجينا تغذية رجعية عنا ست مكاتب نحن عم نطمح كنا في المرحلة القادمة لأن نكون في كل محافظة أكثر من مكتب ولكن بسبب الإمكانيات لأننا ست مكاتب في داخل الوطن لدينا في إدلب لدينا في حلب لدينا في الغوطة لدينا في الجنوب لدينا في حلب هناك لدينا أيضا في حلب طيب ماذا عن إدلب؟ إدلب لدينا مكتب الاعتلاف غير المكاتب المحافظات والمجالس مكتب الاعتلاف نفسه بعد تحرير مدينة إدلب كان هناك أصوات تطالب الاعتلاف والحكومة الانتقالية بإنشاء مركز لهم في إدلب طبعا كان هناك ردود أفعال من بعض الكتائب المقاتلة التي اعترضت على الاعتلاف لا نحن الاعتراض كان من شخص غير سوري عبدالله المحيسني من هو عبدالله المحيسني بحسب معلوماتكم؟ مقاتل أعتقد سعودي قريب من تيار سلفية الجهادية وله سقل في معارك إدلب هو اللي أصدر بيان ضد تدخل الحكومة المؤقتة في توفير خدمات لإدلب لكن فيما بعد يعني من الكتائب السورية سواء فيلق الشام أو حتى الأحرار رحبوا بأي خدمات تقدمها الاعتلاف حكومة مؤقتة واحدة تجهيز واحدة تنسيق الدعم الحالة في إدلب الحاجة أكبر من جهود يعني أكبر من إمكانيات الاعتلاف والحكومة وتنسيق الدعم والكتائب مجتمعة لذلك ما في ما في أي معنى أي مبرر أنه يرفض أي فصيل يعني هو مهمة شاقة ليست يعني امتياز بالضبط لا بالعكس نحن إدلب يعني عندنا ممثلين في الاعتلاف هم المجالس المحلية موجودين عنها فكان هذا الاعتراض ربما يعني مثل ما حاضرتك حكيتي أعطى انطباع أنه هذا اعتراض من الكتائب من الكتائب هو فرقص من شخص واحد طب من يمثل عبدالله المحيس والله ما أدري لكن هو بأعتقد شخص يعني ليس له ما له فصيل لحاله شو هي المؤشلات هذه الاجتماعات هل هناك سيكون دعم مركز تركي أو نوع من التدخل التركي بشكل أكبر بالنسبة لأشياء السوري في المستقبل بالنسبة ل نرجع لموضوع إدلب الاتلاف وحدة تنسيق الدعم نسقت مع الهلال الأحمر التركي والهلال الأحمر القطري والمعونات عم تجي عن طريقة وحدة تنسيق الدعم نسقت مع منظمات تانية غيرها فعم تجي أغلب المعونات عن طريقة بالنسبة للمعادلة الجديدة بعتقد هناك حراك مثل ما تفضلتي سعودي تركي قطري والأردن ربما تكون في نحو زيادة الدعم للثورة وهذا واضح مثل ما تفضلتي من تغيير الموازين سواء بالجنوب أو الشمال النظام بدأ ينسحب من الشمال كما إيران لم يعد لها وجود في الجنوب بعد أن كانت حلب في الشمال قبل شهرين مهددة بالحصار وكان قاسم سليماني يدير المعارك في الجنوب في درعة هذا أثرت على نفسية عناصر النظام أصبح هناك اقتتال داخلي سمعنا في درعة منذ شهر من أعدام 14 ضابط ما التزموا بالأوامر قبل وخلال وبعد مقتل رستم غزالي خمسة من عائلة العسد قتلوا قيل أنهم بسبب استدامة عناصر حزب الله أو مع الإيرانيين ولكن كلها مؤشرات على أنه النظام أصبح يتفتت من الداخل يعني عندما نقول أنه السورة شو حققت ويمكننا عم نقول إسقاط النظام فعليا النظام سقط منذ بداية الاحتلال الإيراني لسوريا ما عاد النظام يستطيع أنه هو لا يدير المناطق طبعا سوريا كلها عاجز عن إدارتها كان يريد الاحتفاظ في مراكز المدن أيضا أصبح ينسحب من مراكز المدن رغم أنه فقد صلة تامة بشعبه الآن أصبح من الداخل يعيش هذا التفتت فبداية النهاية للنظام بدأي كان هناك اجتماع أيضا يعني بينكم وبين قادة الجدد في السعودية في المملكة العربية السعودية اليوم نرى الملك سلمان يعني يقوم بقيادة دور جديد للمملكة في المنطقة والوطن العربي بشكل عام شو انتباعاتكم عن القادة الجدد المملكة العربية السعودية داعمية منذ بداية السورة وبعد عصفة الحزم أصبح الموجة الإيجابية والمعنويات العالية لدى السوار سوريا بسبب عصفة الحزم أكثر بكثير أضعاف أضعاف عما كانت من ذي قبل نحن شعرنا بأن التحرك السعودي تجاه الغزو الإيراني لمناطق العربية سوريا اليمن وغيرها العراق وغيرها أصبح التحرك السعودي أتى بما ثابت وضع خطوط حمراء للتمادي الإيراني في المنطقة وهذا انعكس بشكل إيجابي على السوار في سوريا وأعتقد أن استمرار هذا التحرك سيؤتي سماره في سوريا وهذا ما نشهده الآن في هذه الأيام مسؤول تركي صرح بأنها كما قلت بداية النهاية للنظام أن النظام لن يستطيع الخروج من الحفرة التي بدأ يغرق بها وبشكل عام ولكن صرح تصريح مثير الاهتمام وهو بأن من الممكن لإيران إذا ما تم إزالة العقوبات عنها بعد توقيع اتفاقية نووية أن تعيد دعم النظام السوري بشكل أكبر بكثير أو بكل إمكانياتها ولكن هناك قرار إقليمي سعودي إسرائيلي تركي لتخلص من نظام الأسد بكل الأحوال حتى إذا ما كان هناك زيادة بهذا الدعم الإيراني شو هي معلوماتك عن هذا التصريح؟ نعتقد أنه إيران بغض النظر عن رفعت العقوبات أم لم ترفع بدأت تخسر في سوريا وبدأت تخسر في اليمن والعقوبات فيما لو رفعتها ربما يكون تأجيل أيضا مباحثات في حديث عن تأجيل مباحثات فيما لو رفعت العقوبات أو لم ترفع انتهاء هذا الاتفاق عملية الاتفاق النووي بين خمسة زائد واحد وبين إيران أعتقد وجهة نظري الخاصة سينعكس إيجابيا على الثورة في سوريا لأنه عند ذلك ستشعر الولايات المتحدة الأمريكية نفسها حرة في دعم الثورة السورية أكيد بالنسبة للعقوبات على إيران أكيد رفع العقوبات على إيران بالنسبة لنا من المهم جدا وجود آلية تمنع استخدام الأموال التي ستحرر في الأمور العسكرية طبعا الاتفاق النووي نص على ذلك ما سترفع العقوبات بشكل تدريجي وليس بشكل مباشر وستستخدم في الأمور الاقتصادية الداخلية الداخلية طب كيف تستطيعون تطبيق هذه الآلية؟ هل طرحتم هذا الموضوع؟ هل طرحتم هذا الموضوع؟ طبعا طرحنا طب ما هو الرد الأمريكي؟ على منع إيران من إعادة تسليح النظام السوري بعد رفع العقوبات؟ على منع إيران من تسليح؟ من زيادة الدعم للنظام السوري بعد رفع العقوبات؟ أنا أعتقد أن إيران سواء رفعت العقوبات أو لم ترفع ستستمر في دعم النظام ولو من قوت الشعب الإيراني لكن رغم ذلك هي تخسر في سوريا رفعت العقوبات أم لم ترفع فإيران ستخسر في سوريا الموازين تغيرت معا مثل قبل والنظام هو الذي يخسر بوجود قوات إيرانية اللي عم يخسر اللي عم يتراجع من حلب هي قوات ما هي إيرانية ولكن جلبتها إيران من باكستان من هند من بنجلاديش من كوريا من العرقق من لبنان هذه القوات كلها تخسر أعداد الأسرة والقتلة في الجيش النظام أنه عم يجوا بالذات نظام رسمية ولكن أجانب ما هم سوريين أعداد هائلة لذلك أعتقد أنه بغض النظر عن الاتفاق النووي الإيراني النظام يتهالك والسورة تنتصر ولكن أرسل النظام السوري وزير الدفاع السوري لإيران ووزير الداخلية لروسيا لطلب يعني كدعم وتدخل عسكري مباشر يعني هذا هو الانطباع بحجة بين قوسين محاربة الإرهاب ما هو تدخل عسكري الآن موجود تماما ولكن بشكل أكبر يعني كاحتلال يعني أي شيء تريدونه فقط أبقوني في السلطة نحن نعيش في سوريا احتلال إيراني رأس النظام هو مجرد أصبح أداة تنفيذية هذا الواقع هو الذي يسبب تفتت النظام لأن أصبح رجالات النظام الذين دافعوا عن النظام غير راغبين في رؤية جنرالة إيرانيين هم يديرون البلاد هذا الصراع داخل النظام بسبب الاحتلال إيراني هذا هو سبب انهيار النظام هذا هو سبب انهيار النظام لذلك إيران بكل قوتها ما استطاعت أن تدحر السورة السورية قاسم سليماني قيل أن قاسم سليماني يدير المعارك في العراق ويوم في درعة ظهر أنه نمر من ورق خسر في العراق وخسر في درعة لذلك إيران هي الخاسرة في سوريا والنظام هو الخاسر في سوريا أكبر من هيك تدخل شو يمكن أن يكون يعني إيران وفرت للنظام طائرات هليكوبتر برؤية ليلية في الجنوب ما استطاعت استعيد المناطق المحررة حاولت إيران في استعادة بصر الحرير رجعت دباباتها كلياتها ملتهبة بمضادات الدبابات التي أطلقها السوار عدد الأسر الإيرانيين والقتل الإيرانيين بأعداد كبيرة هائلة لذلك أكبر من هيك تدخل هل تقول بأن الإغتيالات التي بدأت بالحصول داخل عائلة الأسد وداخل النظام السوري من أعلى المراتب من عائلة الأسد نفسها تماما هل هو بسبب سياسة إيرانية بالتخلص أو إرادة إيرانية للتخلص من كل الأعداء ما يشاء أنه بسبب اعتراضات من رجال من عائلة الأسد ولي قتلوا على الدور الإيراني في سوريا وإلغاء دورهم أكيد أصبح الصراع داخل النظام نفسه بليسألك أنا عن ضغوطات باتجاه توحيد المعارضة السورية هناك يعني دعوة للقاءات مع هيئة التنسيق وحتى أنه لؤيد حسين اليوم يريد الذهاب إلى تركيا للاجتماع مع قادة الإتلاف ما هي نظرتكم يعني للتنسيق مع جهات معارضة السورية نحن هيئة التنسيق اجتمعنا معهم بشهر الماضي في باريس ربما مر أكثر من شهر وأصدرنا بيان مشترك وهنا نقبل ورقة الإتلاف بالنسبة لموسيقة المبادئ الأساسية أو حيكون لي اجتماع قادم أيضا مع سيد حسن عبد العظيم أما مع أستاذ لؤية حسين التقيت فيه مسبقا قبل ما يسجن والتقيت فيه بعد ما خرج من سوريا في تركيا هل تغير لؤية حسين قبل؟ تغير كثير يعني أعتقد أصبحت يعني ما كان يقال كان يقال أن هناك معارضة الداخل وكلهم أصبحوا في الخارج الآن بسبب يعني الوجه الحقيقي للنظام يظهر يوم بعد يوم وأصبحت أصبحت طرح السياسي سواء للإتلاف أو باقي أطراف المعارضة أقرب من ذي قبل من بعض البعض هل هذا يعني يشمل تنصيق يعني على وجه أكبر ما أوصل لمرحلة التنصيق أول شيء أظهرنا بيان مشترك بده يتطور لواسيقة مشتركة حول المرحلة الانتقالية مثل ما عم نعمل مع الفصائل هلأ عم نمشي بمسارات متعددة أول مسار بدنا مع التيارات السياسية ثاني مسار مع الفصائل ثالث مسار مع منظمات المجتمع الدولي كل هذه المسارات ستجتمع في نقطة معينة هي التي ستضع البوصلة للخارطة السياسية للمرحلة الانتقالية فستكون هذه البوصلة مشتركة بقدر بيبيع بأكبر قدر ممكن من أطياف المجتمع السوري سواء كانت سياسية أو مدنية هل تختلف التنصيق معكم حول عدم وجود نظام أو بشار الأسد يعني بحد ذاته خلال الفترة الانتقالية؟ نحن ما وصلنا لنقاش المرحلي ولكن طالما هم قبلوا بوسيقة المبادئ الأساسية اللي نحن طرحناها وهذا هو سقف الائتلاف فأعتقد قطعنا شوط كبير ما بقي الفارق بقي ضئيل جدا بيننا وبينهم هناك إشاعات كبيرة جدا خصا ببعض خسارة النظام الهائل والتي تستمر بنقل يعني النظام السوري لعاصمته بين قوسين إلى ترطوس وتقسيم سوريا يعني سياسيا؟ يعني خليني أقولك أنه نظام منذ بلاد الثورة لعب على هذا الحبل الأصدر تشريعات سمحت بإيجاد كيان أو منطقة مستقلة للبي واي دي تماما البي اي دي البي اي دي وحاول أنه يحتفظ بالعاصمة وبالساحل وترك الجنوب والشمال طبعا في البداية استراتيجيته كان مع الاحتفاظ بالعواصم لكن حتى هذه العواصم عم يتراجع منه وينسحب منه لأن النظام سياسته التقسيم مشي فيه بالبداية منذ أن أطلق الرصاص على المتظاهرين السلمين فهو أكيد قطع حبل الصلة بينه وبين الشعب وهذا بضرورة الحال ماشي في معركة مثل ما بداية الشعارات للأسد أو نحرق البلد فهو ماشي بحرق البلد لذلك هي سياسة التقسيم هي سياسة النظام ولكن هل تنجح؟ أعتقد في ضوء انتصارات اللي عم تحرق حققها المعارضة السوار على الأرض سواء الجبهة الشمالية أو الجبهة الجنوبية في ضوء تماسك السوار في الغوطة اللي بتشكل 30% من العاصمة دمشق رغم الحصار رغم التجويع وتماسكهم في حمص في حي الوعار وتلبيسة وغيرها أعتقد أن محاولات النظام لتقسيم سوريا ستبقى بالفشل يعني لسه هناك أمل للنظام الانتقال للساحل وإنشاء يعني لا أعتقد أن خطة النظام في التقسيم ستنجح ستنجح في سوريا السؤال الأخير هو عن الحكومة الانتقالية والتي لم نعدصنا عنها بالكثير بعد خلافات كانت موجودة بين الائتلاف الحكومة الانتقالية أين نحن اليوم من الحكومة الانتقالية؟ ربما تقصدين الحكومة المؤقتة الحكومة المؤقتة هلأ كانت الخلافات بسبب تضارب مجالات العمل بين الائتلاف وبين الحكومة هلأ عندما أتينا إلى قيادة الائتلاف الحيئة الرئاسية الجديدة فصلنا بين الائتلاف مؤسس الائتلاف كجناح تشريعي سياسي وبين الحكومة كزراع تنفيذي غير سياسي وبين وحدة تنسيق الدعم كزراع تنسيقي فأصبح الائتلاف والحكومة ووحدة تنسيق الدعم تسير بمسارات بشكل سهل متوازدون أن يكون هناك تضارب في مجالات العمل لهذا السبب ما عدت تسمعي عن المشاكل الحمد لله بس ما نريد الحكومة أن تكون أكثر قوة لتوفير الخدمات في المناطق المحررة ونرجع مرة أخرى للمناطق الآمنة هل هناك خطة للعمل بهذا الاتجاه؟ ضمن المناطق الآمنة إذا استطعنا أن نوفر مناطق آمنة هناك شرط المناطق الآمنة لإيجاد الحكومة في هذه المناطق الآمنة لكن رغم هيك الحكومة توفر الخدمات بقدر الاستطاعة الآن للمناطق المحررة لكن يجب الحكومة نفسها تنتقل للداخل ماذا عن الاتلاف كشكله الحالي؟ في حال تسليم الأسد للسلطة والانتقال للعمل السياسي داخل سوريا كيف سيكون شكل الاتلاف السوري ومهمته ما بعد سقوط نظام الأسد؟ نحن بالنسبة لنا مجرد تشكيل هيئة حكم انتقالي أعتقد تنتهي وظيفة الاتلاف مثل ما قلنا تشكيل الحكومة الانتقالية يعني انتهت حكومة الأقتل نرجو أن يكون هناك حل سياسي سلس في تشكيل هيئة الحكم الانتقالية لكن إذا لم تشكل يعني ما استطعنا التوصل إلى حل سياسي مرة أخرى رد نرجع لنعيد طرح المناطق الآمنة إذا كان هناك مناطق الآمنة الاعتلاف الحكومة المؤقتة ستنتقل إلى الداخل السوري سواء بتوفير الخدمات أو بالتشكيل البنية السياسية للمناطق المحررة ولسوريا الجديدة شكرا لك رئيس الاعتلاف خالد خرجة شكرا شكرا لمتابعتكم مشاهدين ألقاكم الأسبوع المقبل في سوريا حرة دمتم في رعاية الله موسيقى 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 موسيقى